عايز اقول ان الكولر قعد مع بيرسي تاو قال له انا بس مع انك كلام لدرجة ان انا كنت مش عايزك يعني يمشي مش باكى عليك يعني هكن فجئت ان انت لعيب كويس لما تبعت الفيديوهات وتبعت الهيستري بتاعتك بص اه شاهدت المباراة اللي هبتاها مع الالي والاهداف اللي سجلتها وانت لعيب جيد ولديك امكانات فنية رائعة وسخة كبيرة في امكاناتك وقدرتك علي ان تكون من العناصر المهمة في مشوار الفريق ده مرسل كولر في رسالة لبيرسي تاو قعد معاه قال انا فجئت بك كده هو في ايه انت مالك في ايه طلع كل اللي جواك وانت عايز ترجع ارجع وطلع كل اللي جواك عشان ترجع وعشان تقنع الناس قوة لعيب الكورة ان الناس تقول مش عايزينه لكن يكسر الدنيا صلاح فتشيلس قالولو مش عايزينه على فكرة ده المثال ده انا اللي بقولو مش كولر قالو لبيرسي تاو قالو مش عايزينه ومشوه مشوه صلاح دلوقتي من افضل لعبة العالم انت عندك امكانيات قوية لازم تصر ان انت تفجر وطلع حصل قصة كده بين صلاح محسن وبين كافة صلاح حفيز قصة يعني حصل فيها بعض يعني كانت شوية شديدة ان عايز عايز ياخد صلاح محسن استغناء ومش عايز يلتزم باليوم الكامل نهائي خالص وداخل في قصة وصل للاهلي انه كان قاعد مع ابتاع الزمالك لا كان قاعد مع ابتاع بيراميدز فعقوبة 20000 جنيه صلاح محسن يصادم مع عبد الحفيز وبعد يتمسكه بفاسخ التعاقد استفرض عليه كابتن صلاح عبد الحفيز وعقوبة 20000 جنيه انا بقول له صلاح محسن دي بعد العفن البني ادم بتجيله وقعت في حياته القوة انك تقوم اقوى بعد الوقعة لان انت لما بتقع برضه انت اللي بتقع انت اللي بتقع في حاجات فوقعت ماشي مفيش حد فينا دايما انه قول ايه ما بيغلطش بس القوة انك تقوم قوي فصلاح محسن انت عملت تويتا قلت الاهلي والاهلي والاهلي وقشدت وان انت دمك اهلي اوكيه انت في موقف دلوقتي محتاج ان انت تقف وتثبت ان انت قوي خلاص يوم كامل يومش يوم كامل اتمرن اطلع انزل نفذ اشتغل اقوى اجبر اي حد انك تلا انما كده دي بداية النهاية يعني الكلام ده اسمه في اعراف كرة القدم بداية النهاية اه فيه على فكرة ناشي اسمه عمر كامل ده ابن وليد 2006 حارس مرمى ضمون للفريل اول حاجة غريبة جدا مع الناس اللي موجودة بتتمرن حراسة المرمى مخلوف مصطفى مخلوف ده كان جاي للاهلي من الترسان يقولوا حارس مرمى هيبقى كبير جدا مع مصطفى شبير المعالي لطفي ضمه كده صعاده عمر كامل ده 2006 يعني عنده حارت 19 سنة 17 حتى ده 16 سنة 16 سنة يعني وبيقولك انه بدأ يفتح خطوط الكولر مع الاجهزة بتاعت المتخبات بتاعت الفرق الناشئين عشان يبص اكتر على اللعبة المميزة في قطعات الناشئين في النادي اله اه فيه ناس بتتكلم في الزمالك على مهاجم اسمه تاجوي ده في النادي ماريتمو على فكرة كان الاهلي يفكر فيه في ماريتمو البرتغال ده ايام ايام سوارش والنجسفالد وفيريرا بصره على حاجات واسنع الصفقة شفت اسجيلاته وعارف اللعاب وسأل علينا وراجل البرتغال يعني بيلعب في النادي ماريتمو البرتغالي اسنع على مستوى جدا وقدراته وفيه انفوضات قوية مع نادي الزمالك حيبقى صفقة مهمة لنادي الزمالك في مركز الهجوم يعني الراجل ده مع الراجل اللي جابوه سامسون ده مع الناس اللي موجودة اعتقد ده هتبقى محصام اشرف مع سيف الدين الجزيري مع يوسف اسامة بيلعب في الحتة دي اعتقد هتقوي جدا نادي الزمالك اللي هو تاجوي البرتغالي تاجوي لعب نادي ماريتمو البرتغالي عندي حاجة اخيرة بقوله الكابتن عامر حسين تولى اللجلة المسابقات في اتحاد الكورة مقابل سبعين الف جنيه في ربطة الاندية اسفح في الكابتن عامر حسين كان عضو مجلس في ربطة الاندية تولى المهمة دي مقابل سبعين الف جنيه في الشهر براتب شهري انا معرفش يعني فخلونا ايه في الاخر ده شغل مفيش حاجة يعني فيش حاجة تزعل يعني ده في الاخر شغل حنقبله مفيش مشكلة خالص في القصة دي فيتوريا كلف محمد غرابة اللي هو المدير الاداري بتاع المنتخب قال له مفيش حد يتكلم في الميديا الا بإذن مصبق ويتفق معايا هتكلم في ايه يتفق معايا هتكلم في ايه وفي حد يتكلم في الميديا غيرك يعني برضو مش ماشي مش مشكلة عايز اقول لكم صلاح اول ما جاء الطبيب بتاع ليفربول بعت للجهاز الفند للمنتخب مصر والطبيب والجهاز الطبي من نظام تغذية صارم صارم لمحمد صلاح مفيش حزار على الاتر